من ناحية أخرى تابع مدبولي مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القهر الكبرى خلال اجتماع مع وزير الإسكاني ومحافظ الجيزاء وعدد من المسؤولين وأشار مدبولي إلى أن اجتماع يستهارد ومراجعة ما تم إعداده من دراسات ومخططات متكاملة لتطوير المحاور والطرق بغرب القهر الكبرى وأكد مدبولي أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتح السيسي بأهمية الاستمرار في بزن المزيد من الجهود لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق وذلك تحقيقا للسهولة ويسر الحركة لمرتدي تلك الطرق والمحاور